وحول مستجدات الوضع الوبائي في جهات تونس ما زالت الأرقام تسجل ارتفاعا على مستوى الوفيات حيث تشير آخر المعطيات التي صدرت اليوم عن تسجيل خمس حالات وفاة بيجابس و37 إصابة جديدة وفي المنستير أعلن اليوم تسجيل ثلاث وفيات واحدة وتسعين إصابة جديدة بالجهة ولاية سوسة بدورها سجلت حالة وفاة ومئة واثنى عشرة إصابة جديدة كما سجلت القصرين ثلاث وفيات وخمس وتسعين إصابة جديدة في حين تم تسجيل اثنين واثنين إصابة جديدة بزغوان في الشمال الغربي للبلاد سجلت ولاية باجا أمس حالتي وفاة جديدة كما أظهرت نتائج التحالي الفيروسي المجرات أمس أيضا وجود عشر إصابات جديدة مؤكدة بالجهة وكانت وزارة الصحة أعلنت بتاريخ السادس من نوفمبر عن تسجيل ألف وستمائة وخمس وعشر إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس تسع وستين ألف وخمسمائة وثلاث واربعين إصابة